تحيتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن وحبين يعرفوا أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الأخير من شهر شباط 2013 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود ده برج الحمل رح تبدأ بمشروع عمل جديد أو فرصة جديدة والربما ترئية معينة ومن المتوقع تدعمك الأجواء الفلكية المرتبطة فيها وخصوصا من الناحية المالية عاطفيا رح تلعب الصدف دور كتير أساسي بتقوية علاقتك أو حضورك الفعلي بقلب الشريك حتى لو كانت عم بتحاصرك مواقفه العدائية أو التراكمات السابقة الوقفة بينتكن مولود برج الأطور الأوضاع المالية تبدو أفضل بالرغم من عدم رضاك عن المردود المرتبط فيها وبذات الوقت عم نشوفك بحالة بحس دائم عن مصادر مالية جديدة عاطفيا وضعك العاطفي رايح باتجاهات جديدة ومن المحتمل أنك تحقق من خلالها نوع من الاستقرار النفسي والعاطفي بوقت واحد مولود دائم برج الجوزاء رح تدخل بتجربة مهنية جديدة وبالمقابل رح ترفض أجواء التهميش والتطنيش يلي عم بتعيشه مع الشريك فكأنه فيه نوع من البعد نوع من الجفا نوع من التهميش نوع من التطنيش بالعلاقة ما بينك وبينه وبزد الوقت كأنك عم بتفكر بطرق تقربك منه أكتر عاطفيا الفلك عم يتحدث عن وضع عاطفي دقيق وأمر مستعجل بيتعلق بتاركمات سابقة أو بخلفات قديمة وكمان لربما كمان الأمور المالية تكون وقفي بطريق استقرارك معنوية مولود برج السرطان يبدو أنك تعبت من جو العمل الحالي ومن جو الاتكالية عليك بكل شيردي وواردي وبنفس الوقت كأنك ندمان على عمل سابق أو على مشروع سابق أو على خطة عمل ما اكتملت عندك وبذات الوقت عم نشوفك أمام بداية خاصة ولكن التوقيت المناسب هو يلي رح يتحكم بعملية التنفيذ عاطفيا المزيجية بعملية التعاطي مع الشريك عم تتحكم بمصير علاقتك معه ببعض الأحيان وبالإضافة كمان عم نشوف فيه نوع من الاستقرار والارتياحات العاطفية وكأنك ابتدت تكون أوعى عاطفيا مولود الأسد نصيحتنا تعطي نفسك المزيد من الوقت قبل ما تحسم خياراتك باتجاه بداية جديدة وكأنك أمام مصالحة مهنية أو مصالحة مع زميل عمل يمكن صار فيه سوق تفاهم أو اختلاف أو خلاف ما بينك وبينه ببعض الأراء أو ببعض المواقف عاطفيا من الصعب تقبل الشريك مقترحاتك العاطفية مرة وحدة ونصيحتنا قالك أنك تمرق له إياها شوي شوي وكمان تعتمد على قراءة الإشكالات السابقة اللي كانت السبب بها التشنج العاطفي ما بينك وبينه مولود العزراء ما رح تسمح لأي شخص يستفزك على الصعيد المهني بالإضافة إلى أنك ما رح تترك مصير استمرارك المهني بين إيدان أي شخص من الزملاء أو حتى لو كان على علاقة مباشرة مع أصحاب العمل عاطفيا كمان نصحتنا ما تستبق الأحداث بعملية الحكم على الشريك وخصوصا أنه كل واحد فيكن بيدخلوا أفكار وأناعات مختلفة تماما عن التاني مولود برج الميزان رغبتك بالتحرر من الجمود المهني اللي حاصل بحياتك حاليا عم بيخليك أمام خيارين وعدة خيارات بذات الوقت وكمان عم نشوفك كأنك رايح باتجاه البدء بخطوة يمكن تكون جديدة عليك ولكن ما جديدة بالتنفيذ ولكن ما هي فكرة كانت عم بتدور براسك من زمان وكمان عم نشوفك حامل السباة معك ورايح باتجاه مؤسسات جديدة قد تكون مدعومة من شخص مقرب منك أو شخص ممكن ينصحك بهيدا الأمر عاطفيا ليبدو أنك راضي عن الظروف الحالية اللي عم تفرض عليك مسار عاطفي معين بالرغم من حجم التنازلات المجانية اللي قدمتها للشريك مولود العقرب وضعك المهني عم يتأثر بالمستجدات والتغييرات اللي عم تتحكم بموقعك وصلاحياتك في العمل ويبدو أنك ملت من تكرار نفس المؤامرات ونفس الأحداث اللي عم بتصير معك عاطفيا نعم نشوفك كأنك قربت أنك تتخطى مخاطر الواقع العاطفي اللي عشته بالفترة السابقة وكمان رح تتأقلم مع مستجدات عاطفية جديدة ولكن ضمن مفاهيم وحسابات بتخصك وحدك مولود القوس عم تجتهد على تطوير الأفكار الملفتي ورح تشتغل على عملية تنفيذها على أرض الواقع والظروف تبدو مناسبة للانطلاق باتجاه ظروف جديدة بتتناغم مع متطلباتك الحياتية بكل الأحوال أنا شايفي موليد برج القوس أمام مصير مهن جديد عاطفيا عم تتغير طريقة تعاملك مع الشريك وكأنك ابتدت تكون أوعى أو أزكى بعملية فهم الأمور وتبسيطها بما يتناسب مع مصلحتك تجاهه مولود برج الجدي نصيحتنا لإلك تتخلى عن الأنا المتمردي بداخلك وخصوصا فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالصلاحيات المشتركة مع بعض الزملاء حتى ما تنقلب الأمور عليك بالإضافة كمان لخطة مالية جديدة عم تشتغل عليها أو حتى عم تشتهد على إتمامها عاطفيا رح تعاني من خلفية الاحتكاكات السابقة اللي حصلت ما بينك وبين الشريك وبالوقت يلي كنت عم بتراهن على تطنيشها وعدم الالتفات لألها بالمرة مولود ده برج قدل ورغبتك بالتخلي عن كل شي مرتبط بمحيط عملك الحالي عم بيسيطر على أفكارك بين الوقت والتاني ومع ذلك عم شوفك عنيد على الوصول حتى مصر على الوصول لأهدافك وتحقيق الأهداف يلي أنت عم تتمنيها فبكل الأحوال أنت رايح باتجاه عمل جديد يمكن يكون مرتبط بنفس العمل يلي أنت موجود فيه هو ترقية هو تعيين هو منصب جديد أو حتى موقع عمل جديد وكأنه هو داخل بنفس النمط الأديم يلي أنت موجود فيه عاطفيا بتعد عن الاستعاني بأي رأي بخصوص تفاصيل علاقتك العاطفية مع الشريك وبتعد عن تحليلاتك الخاصة يلي عم بتضرك أكتر ما بتفيدك وخصوصا بالنتائج يلي ما عم بتكون لصالحك آخر أبراج معنا موليد برج الحوت نشاطات وأحداث مهنية جديدة أو مستجدة راح تفتح لك الباب باتجاه شراكي أو تعاون مشترك ورح تكون داعمة لطموحاتك بحال توفرة إجراءات الموافقة عليها وكأنك هيكون في عندك اتصال أو تواصل مع شخص بعيد عنك بخصوص ورقة عمل عاطفياً الظروف الحياتية راح تفرض عليك مسار معين بخص علاقتك مع الشريك وبذات الوقت راح تشغلك بعض المواضيع المالية المستجدة وكمان ما تنسى الاهتمام بصحتك هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الأخير من شهر فبراير 2023 وبرجع بذكركم وبقول لكل اللي على بالهم يعرفوا قدي مدى توفق اسمنا واسم والدتنا مع تاريخ ميلادنا اليوم والشهر والسنة أكيد دا فيه أسامة قوية بتتناسب مع تاريخ الميلاد وفيه أسامة ضعيفة ما بتتناغم لا مع اسم الأم ولا مع تاريخ الميلاد فلتعرفوا أكتر عن مدى توفق مبان اسمكم وتاريخ ميلادكم وكل هيد الأخبار كان من الناحية المهنية أو المالية أو العاطفية أو حتى الحياتية فيكن بحكوني وتتوصلوا معي على 0961-777-85-86 والرقم التالي هو 0961-777-85-87 أنا جمعنا وهي ببداكم وبقالكم أتضلكم بألف خير وبي باي